نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024 واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا ويأتي هذا النجاح نتيجة كفاءة إنتاج مصنع الشركة بولاية صور الذي يتضمن ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي إلى جانب ثقة المستثمرين بعمليات الشركة في هذا المجال وشرت الشركة إلى أن إجمالية اتفاقيات البنود الملزمة التي وقعتها منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبريات الشركات العالمية من اليابان وتايلند والصين وتركيا وألمانيا تلتزم الشركة بمجابها بتصدير نحو 10 ملايين و400 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2025 وأوضحت الشركة لوكالة الأنباء العمانية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانة سلطنة عمان كمصدر موثوق للطاقة وزيادة فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية لأسواق الطاقة العالمية وتوضي الشراكات الاستراتيجية مع مختلف شركات الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر